لقاء ثلاثي غير معلن بين حفتر والمنفي وصالح في القاهرة للإسراع بكسب الوقت لإنجاز وثيقة دستورية تتماها مع الأطراف المجتمعة في القاهرة اجتماع القاهرة من بين المحطات التي طرحها المنفي لحفتر في حال فشل مجلسي الدولة والنواب في التوافق على قاعدة دستورية والوصول إلى الانتخابات وبحسب التسريبات فإن خطط الرئاسي تبدأ بإعلان حالة الطوارئ في البلاد ويسلم زمام الأمور ويحل مجلسان نواب والدولة والحكومتان مع تشكيل حكومة طوارئ من عشرة وزراء تعمل على التجهيز للانتخابات خلال ستة أشهر إلى عام مع ضمان السماح للعسكريين بالترشح ولم يصدر من المجلس الرئاسي تأكيد أو نفي لهذا التسريب الخطير خاصة وأنه يتزامن مع دعوات سابقة للمبعوث الأممي عبدالله باتلي ودول غربية على رأسها الولايات المتحدة بضرورة إيجاد آليات بديلة في حال فشل مجلسين لواب والدولة في إيجاد توافق بشأن القاعدة الدستورية فتحالف المجلس الرئاسي مع حفتر قد يضمن له دعم المنطقتين الشرقية والجنوبية لكنه في المقابل سيؤلب عليه المنطقة الغرية خاصة الحكومة الوحدة برئاسة دبيبة ومجلس النواب برئاسة المشري والكتائب الداعمة لهما فمجلس النواب والدولة لا يريدان أن يلعب المجلس الرئاسي دوراً بارزاً في المشهد السياسي من شأنه أن يمنحه فرصة الظهور كمنقذ أو بديل خاصة وأن المشري بعقيلة التقيا في القاهرة دون الحاجة لوساطة المجلس الرئاسي ويرى مراقبون أن أي انفراجة في المشهد الليبي تبقى رهينة توافقات دولية بين القوى المتدخلة في ليبيا على غرار روسيا وتركيا التين تمتلكان نفوذاً على الأرض يصعب التخلي عنه في بلد غني بالثروات النفطية